بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة الصفة الثالثة الصناعي تخصص الحاسبات اهلا وسهلا بكم هنكمل النهاردة ان شاء الله اللي خدناه قبل كده في برنامج الجافة نفتكر مع بعض الشكل العام لبرنامج الجافة اللي احنا قلناه لكده ومفروض احنا خدنا عليه احنا برضه قلنا كل مرة هنقرره علشان نتعلم ونعرف ان ده الشكل اللي عام بتاعنا ما ننستهوش في اي برنامج هنكتبه. مقام واحد السطر الاولاني امبورد جابا اكس اسوين جي جي اوبشن بين. وقلنا ان دي جي اوبشن بين دل 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 كائن اللي في المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجابة. اتنين بابلي كلاس بي 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 بي. وده الفئة او اسم الدل لو اسم البرنامج بتحط فين في الفئة. فبحط اسم البرنامج وانه ممكن يبقى حروف وممكن يبقى اسماء لكنه نفضل انه يبقى حروف. بعدين سطر رقم تلاتة وده بفتح القوس بتاع البابليك كلاس او بتاع اسم البرنامج. اربعة بابليك استاتيك فويد من سلين جارجس. ايه واقول لكم فاكرين. الفويد من اللي هي الايه? اللي هي الدالة الرئيسية. بما اني فتحت الدالة الرئيسية لازم بفتح ده بعدها ايه? كوس الدالة الرئيسية. كده الخمس طول زول سابتين في اي برنامج جاب. السادس ده كتابة البرنامج زي ما يكون. واخد سطر اتنين تلاتة اربعة زي ما يكون. انا هناك منه كنت بدي مثال وبد الشكل العام فكنت كتبه سطر واحد. وبرضو كل مرة بنقوله بنعده تاني عشان ما ننساش. ونفضل نفاكرين ان ده الشكل العام لاي برنامج جابة. سطر ستة ده كتبت البرنامج. يعني انا كتب سطر واحد اللي هو وده قلنا ايه? ايوة. ده المربع اللي هكتب فيه جملة الخرج بتاعة برنامج الجاب. ايه شو مسج جالج ده? اللي ايه? اللي هي جملة الاخراج. وكتب جنبها انا هلو ايجيبت في سطر واحد. وعشان تكتب على البرنامج او في الصفحة بنحط ما بين علامتي تنصيص. انا فتحت قوس رقم خمسة بتاع الدالة الرئاسية بقفله في السطر رقم سبعة. فتحت قوس رقم تلاتة بتاع اسم البرنامج بقفله في القوس رقم كامل? تماني. ده الشكل العام لاي برنامج جاب. النهاردة هنكمل قواعد الشرط اللي عندي. انا قلت عندي الشرط اللي خدناها مرة فاتت بقاعدة اف. هنكمله برضو النهاردة. عندي اف ليها حالتين. الحالة الاولانية اللي يالي قدام ديت اف بحط بعدها مين? بحط بعدها الاكسيبريشن او ايه اه اللي هو الشرط. كلمة الاكسيبريشن انا مقصود بيها لايه? الشرط اللي انت هتعمله. احمد اقبل من محمد. زياد اقبل من مونة. جمال. اقلني من اه محسن. يبقى ده الشرط اللي انا بحطه. يبقى دي اول قصة عندنا اف ما بين قصين الاكسيبريشن. التعبير. الشرط اللي انت عاود ستطبقه. جوة البرنامج. بعدين بفتح كوس بتاع الاف الشرطية. وبحط جواه جمل الشرط او جمل الصواب. وبعدين بقفله كوس. واتفاقنا من المرة اللي فاتت برضو. ان ما بعد السطر اللي بعد اف على طول مباشرة ده مين? ايوة دي الجملة الصحيحة. اللي هي الجملة الصواب. ودي كانت القاعدة الاولى بتاعت قاعدة اف. طب القاعدة التانية فين? القاعدة التانية انا قلت ازا كان الشرط الصحيح هيطبق ما بعد اف مباشرة. طب ازا كان الشرط البتاعي غلط وانا هكتب عليه برنامج. بحط كلمة ايه? ايوة. حط كلمة ودي القاعدة التانية بتاعت اف. هي واضحة قدامه صريحة خالص ايه? ازا الشرط ما تحققش بحط كلمة ايه? افتح قوس المجموعة بتاع اكتب الجمل الخطأ اللي هي مش مزبوطة وبعدين قافل القوس بتاعي. يعني قاعة اف بتقول لي ايه? دي اسمها قاعة اف المركبة اللي هي اف اف الوحدة جزء اولان اللي هو ازحقها الشرط نفز التالي. بعد اف بحط التعبير. الشرط اللي انا عاوز احطه. عامية المقارنة اللي انا عايز احطها. بين علامتين تنصيص اسم بين علامتين المجموعة بحط مين? ايوة بحط الجمل الصواب. طب لو ما كانش الكلام ده صح. يبقى الكلام ده خطأ. كلام ده خطأ يبقى اعمل ايه? يبقى اكتب كلمة الس. وما بعد كلمة الس. ايوة برضو بحط قوسين مجموعة. وحط مين? وحط الشرط ازا ما تحققش. يعني الشرط اللي ايه? الخطأ. يبقى ازا الشرط اتحقق بتحطها على طول ما بعد اف. الشرط ما تحققش بحطه ما بعد ايه? ما بعد كلمة الس. طب دي اف وإلس. هل ممكن يبقى فيه مقارتين مقارنتين تلاتة ام ممكن? يبقى في اف وفي الس وفي اف كمان. حسب عدد المقارنات. لكن اف ما بتعداش بيها عدد تلات مقارنات. احمد اكبر من علي اكبر من محمود مسلا يعني. ايه اكبر من بي اكبر من سين? ما تعداش بها تلات مقارنات. طب لو تعدى تلات مقارنات بنعمل بقاعدة تانية هناخدها النهاردة ان شاء الله. فنمشي مع بعض واحدة واحدة. بدي اول قاعدة عندي قاعدة اف وخدت فيها الصغطين بتوع اف مرة واحدة. هناخد مثال زي ما اخدنا المرة اللي فاتت. المثال بيقول لي ايه? باستخدام قاعدة اف الشرطية المتدخلة اكتب برنامج بلغة الجافة لاختبار. هختبر عدده. صحيح. اختبر عدد صحيح. عدد الصحيح يعني ايه? يعني عدد مفهوش علامة عشري. زي ما اخدنا قبل كده. بيتم ادخاله منين? اا يومي الوحدة المفاتيح. يبقى عندي هنا جملة ادخال. ادما انا قلت وضحت في المسال باستخدام اف الشرطية. عاوز ادخل عاددين صحيين. باستخدام لوحة الادخال او لوحة المفاتيح. يعني اعملي جملة ايه? الادخال. الفرق من جملة الادخال وجمة الاخراج. في جمة الاخراج بكتب معسيج داييولج. طلب في جمة الادخال. ادخال يعني ايه? يعني اموت. فاكتب شو اموت ايه يبقى الفرق فين? الفرق في الجملة. لو بكلم على اخراج بكتب شو ميسيج ديالوج زي ما اخدناه كتير قبل كده. لو بكلم على ادخال يبقى شو? يعني ده مربع الحوار بتاع الداخل. تاني مربع الحوار بتاع مين? بتاع الخد. برنامجنا بيقول لنا عندي عددين صحيحين. عددين مفهومش علامة عشرية. عاوز اشوف هل عدد ده موجب ولا العدد ده سالم. ناخد بالنا. البرنامج ده بيقول لي ايه? انا عندي عددين صحيحين. مفهومش علامة عشرية. الرقم ازا دخل اقول ده موجب ولا سالم. يعني ازدخلته رقم خمسة عشر اقول ان ده موجب. ازدخلت سالب عشرين اقول ان ده سالم. ده وظيفة الايه? البرنامج ده. طب نبص البرنامج يمشي ازاي? برضو دايما احنا فانا اول خمس صور بتاع البرنامج. الصيقة العمال برنامج. رقم واحد بتقول لي ايه? امبورت جافا اكس. اسوينج اجي organization between. وبعدها قلناها ده مين? ايوة ده الكائن بتاع المكتبة الشاملة المكتبة الكبيرة بتاعة برنامج الجاذة. السطر التاني اسم البرنامج. بابلت كلاس. بي 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 وتفقنا قبل كده نسمي زي ما احنا عايزين نسميه. نسمي ع Raglan نسمى جمال نسمى الشوء نسمى حنين نسمى اي اسم انت عجبك اي اسم في في زي ما جنما بمارة سمينها اضعاء انت حريف في اسم البرنامج. في برنامج اتلاقي باسمها حسن في قلبي كتاب ما عنديش مشكلة خلص في كتابة البرنامج او في اسم البرنامج. لكن انا بقى افضل. بقى افضل عدم كتابة اسماء داخل البرنامج. افضل احطها حروف. عشان كده تلاقي معظم برامج اللي انا كاتبها كلها باستخدام حروف. باستخدام بي 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 او اي حرف. السطر تلاتة قوس المجموعة بتاع اه يوها بتاع اسم البرنامج. اربعة الدالة الرئيسية. مين مين دي المكتب الرئيسية او الدالة الرئيسية بتاع البرنامج الجاب. خمسة قوس الدالة الرئيسية. ادي اول خمس سطور سبتين في اي برنامج جاب. ستة بداية كتابة البرنامج. زي ما قلنا قبل كده. حلوة. ستة بتقول لي ايه? انا قلت عندي ايه? عدد صحيح? عندي عدد ايه? صحيح? هقول العدد ده. موجب? او العدد ده سالب. فبدخل ايه? العدد. انا عامله انت كيو. اي رمز. اي رمز يعجبك. اي بي سي دي اي رمز يعجبك. اي شمعنا انت? لان انا كنت في المثال ايل انا عاوز اشوف العدد الصحيح. وصحيح بتعريفه. تعريفه معناه ايه? ايه? وتعريف بتاع الصحيح يعني انت جرق. يعني انت. فانا كيو عرفته ان انت ليه? لان كان في المثال في الكاتبه وكاتب ايه? المراد. ان انا اشوف العدد الصحيح. العدد اللي بدون علامة عشرية. عشان كده عرفته انه ايه? انه انت. يبقى انت كيو. العدد المعرف انه صحيح. مالوا بقى. هدخله عن طريق مين? المسال كان بيقول لي كده. عن طريق الوحد. ايه المفاتيح? صحة كده. اندخله عن طريق الوحد. المفاتيح. صد رقم سبعة بيقول لي جمة الادخال الواضحة ايه. سبعة بتقول لي ايه? الكيو بتاعتك دي. المتغير كيو اللي انت قلت فوق انه انتجر. بيساوي انتجر. بتاكد او انه ايه? انه انتجر. نقطة بيرس انت. يعني بيرس انت. انت لو ايه? لو انتجر برضو. باكد ان ده رمز ادخال وهو من نوع الانتجر. جي اوبشن بين الكائن بتاع برنامج الجافة. ايوه انا خد بالنبال بعد كده او. شو امبود دايالوج. مربع الادخال. من نقل السائل من شوية. الفرق بين ادخال والاخراج. في الادخال بقول شو امبود دايالوج. في الاخراج شو ماسيج دايالوج. انا عاوز اكتب ايه? ادخل العدد المراد اختباره. واما اذا ما اكتب جملة تطلع على الشاشة. وحطها ما بين على امتين تنصيص. بجملة ادخال بتقول لي ايه? سبعة. استطر رقم سبعة كيو. برعا ايه? كيو بتساوي انتجر. كيو عدد صحيح. بيرس انت. هعمله ادخال انتجر صحيح. جيوب شنبين. كائن بتاع برنامج جافا. شو امبود دايالوج. جملة الادخال. هكتب فيها ايه? جملة الادخال ديت. ادخل العدد المراد اختبار. ادخل العدد المراد اختبار. ده اول جزء من البرنامج. هنبدأ ندخل ايه? العدد ونشوف. نكمل البرنامج بقى. الشرط بتاعنا بقى. انا بقول الشرط ده. العدد ده بتاعي موجب ولا سالب. امتى اقول على الشرط عن العدد ده موجب? وامتى اقول عدد ده سالب? نفكر مع بعض كده. ايوة. العدد اللي اكبر من الصفر فهو عدد موجب. والعدد اللي اقل من الصفر يبقى عدد سالب. ناخد بالنا البرنامج بيقول انا عاوز العدد ده موجب او العدد ده ايه? سالب. يبقى حط الشرط بتاعي ايه? لو العدد اكبر من صفر هقول لن ده العدد ده موجب. لو اقل من صفر قول لن العدد ده ايه? سالب. نبص كده على البرنامج. صد رقم تمانية بيقول لي الشرط بتاعه اف كيو اكبر من زير. ايوة. لو العدد اكبر من زير. اكتب ان ده ايه? ايوة صاحب رفع لكم كده. اكتب ان ده موجب. شرط تسعة بيوضح الجملة دي بقى جي اوب شنبين. الكائن بتاع برنامج الجافة. جملة الاخراج. شو? ما سيتش جاي لك. شو? ما سيتش جاي لك. جملة الاخراج هي. هاتتك فيها ايه? كلمة نلقونا دي عشان راب طلع مربع الحواري بتاع جملة الاخراج. اكتب جواها ايه? موجب. بما انه كيو اكبر من الصفر. قلنا اتفقنا من السطر البعداء عطوله هو السطر الصواب. السطر الصح. بما انه اكبر من صفر يعني عدد ايه موجب? فاكتب لكلمة ايه? موجب. يبقى السطر تسعة بيقول جي اوب شنبين. شو مربع الحوار بتاع الخارج. اكتب فعل بي ايه? ان العدد موجب. طيب. العدد ده مش موجب. والكل ما دي خلط. ده من الجملة خطأ. بحط ايه? اه يوقع بنحط كلمة السطر رقم عشرة. واضحة وصريحة ايه? سطرة عشرة بيقول لي ايه? ازا الشرط اللي فوقه ما تحققش. يعني شرط اللي غلط. ايه بقى انا عندي اقول? اقول السطر التصريح بتاعي ايه بقى? تاب لو ما كانش موجب هيبقى سالب. فالس اف كيو اكبر اقلم الزيرو. يعني كيو دي بقت اصغر من الزيرو. يبقى العدد ده ايه? ايه يبقى عدد ده سالب. فاحد عشر بتقول لي ايه? جيوب شنبين. كائن بتاع برنامج الجافة. شو ماسد جالج. جملة الخرج هتكتب هنا ايه? هتكتب ايه? بمن كيو وقلم من الصف. العدد اللي انا خدته الصحيح اقلم من الصف. ايه بالعدد ده ما له? ايه واي بالعدد ده سالب. وشكرا اعملت سالب ما بين علامتين تنصيص. اتناشر قفلت قصي المجموعة بتاع مين? ايه بتاع الدالة الرئيسية. طلتاشر قفلت قصي المجموعة بتاع ايه بتاع اسم? البرنامج. نقولي الجمل دي بتاعه نعشان دي مهم اوي. عشان ده الشرط بتاعي لاصلا. السطر التمانية بيقول لي اكبر من الزيرو. لو العدد بتاعك اكبر من الصف هيطلع ايه? هيطلع موجب. فالشارت تسعة بيقول لي كده. ازا الشرط بتاعك ده تحقق. يعني العدد بتاعك اكبر من الصف اكتب من ده موجب. فالسط تسعة بيقول لي كده. جي اوبشنبين. شو ميسيج ديالوج. ربع الحواري بتاع الخارجة عبارة عن ايه? عبارة عن كلمة موجب ما بين علامتين تنصيص. عشان موجب عملت كلمة الف بتقول الف بتقول لي ايه? الف كيو اقل لي من كام? من زيرو. وانا هنا لازم اكتب الف واكتب بعدها الف. هقول لك اه. ليه اه بقى? لان انا قلت العدد ده. ليه موجب? ليه مسالي. طب ازا كان صفر. ازا كان صفر في البرنامج ده ملوش حل عندي. لانا ما ذكرتوش في البرنامج اصلا. عشان كده الف هنا لازم حط معاها الشرط التاني. الشرط الزيادة. ازا كان العدد ده اقل من الصفر. لان لو سبتها الس وبس هيطلع علينا الصفر سالي. وانا قصة ما عندي الصفر هنا. البرنامج ما قالت الصفر عمل فيها ايه? قال لي العدد بتاعك ده. لان ما موجب? لان ما سالي. لكن ما قالت الصفر عمل فيها ايه? فبالتالي هنا كنت لازم احط مع الس شرط اف كمان. ان العدد ده مش اقبل من صفر يبقى ايه? اقل من الصفر. لكن ما يسويش الصفر. عشان كده في سطر رقم تسعة انا اكدت على المعلومة هو. السطر عشرة. ان الس بيقول لي ايه? لو الاف بتاعتي انا كيو بتاعتي انا اقل من الصفر يبقى العدد ده ايه? سالب. ما ذكرت الصفر هنا خالص. نكمل بها البرنامج عشرة. الف كيو اقل من الصفر. العدد بتاعي اقل من الصفر. هكتب ان ده جملة سالب. السطر رقم حدوشرة بيقول لي جيوب شامبين. شو ماسيج ديالوج. جملة الحوار بتاعت الخارج. نل جملة للبرنامج ايه هي? الجملة هنا هكتبها هي كلمة سالب. whoa العدد ده سالب. اتنشر عفارة الكوس بتاع خمسة. اتنشر عفارة الكوس بتاع رقم تلسة. طب نشوف الناتق بتاعنا هيطلع ايه? ادخل المراض المراض اختباره كتبت انا كام? ايه كتبت اتناشر اهو. ادخل عدد المراضي اختبارها كتبت اتناشر. طب اتناشر ده امجب ولا سالب ايه شطار اتناشر ده ايه? موجب. نبص كده اهو كتب اهو كتب الان اتنشر دي موجب. يبقى انا اثبتت اهو ازا دخلت عدد موجب وانا دخلت هنا مسال اتناشر طلع لنا ده ايه? نطلع لنا ده موجب. طيب لو دخلت سالب تلاتة هيقول لي انه ايه? صح كده هيقول لي ان العدد ده سالب. هيكتب كلمة سالب. فنبص كده الخارج بتاعنا اهو. اما كتب سالب. ايوة كتب كلمة ايه? سالب. فالبرنامج واضح هوا. بيقول لي انا عندي عدد. عاوز اشوف موجب ولا سالب. وانا اثبت بعد عملت البرنامج بالاخراج بتاعي. دخلت رقم اتناشر قال لي ان ده موجب. دخلت سالب تلاتة قال لي ان الرقم رقم ده ايه سالب. نبص البرنامج اما يكتب كله على بعضه يبتكتب ازاي? ده برنامج كامل بقى كله على بعضه. انا بقسمه عشان يبدأ يبان معنا خطو خطو. هنا بقى البرنامج كامل اللي يكتبه في قلب الامتحان. في قلب الكشكول بتاعه وفي الامتحان الما يجيب. واحد. الكائن بتاع المكتبة الشاملة بتاع البرنامج الجافا. اتنين بابل كلاس بي 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 بي. وده اسم البرنامج بتاع الفئة العامة بتاعت البرنامج. اذا ما بكتب اسم برنامج بحط قوس المجموعة بتاع اسم البرنامج. استطرقم اربعة ده الفويد مين او الدلالة الرئاسية. دول خمس طور سابتين في اي برنامج جافا. ستة بداية كتابة البرنامج. ستة بداية كتابة البرنامج. انا عندي هنا كم عدد او عدد واحد. وقال انه عدد صحيح. فستة بعرف العدد انه عدد صحيح. فستة قلت ايه? قلت ان العدد اسمه انا قلت له رمز انه وهو انت. فكتبت انت كيو. سبعة هو قال لي ادخل العدد ده عن طريق لوحة المفاتيح. فسبعة هدخل العدد ده عن طريق لوحة المفاتيح. سبعة بقول ان كيو انتجر عدد انتجر عدد صحيح. بيرس انت وهو عملية ادخال. جي اوبشن بين الكائن بتاع برنامج الجافة. هو بيقول لي ايه? انت عاوز تعمل اخراج ولا دخال? فقول له ادخال. بقول له ادخال ازاي? عن طريق كلمة شو? جملة الادخال. هتكتب ايه في جملة الادخال? بمية امتين تنصيص. ادخل العدد المراض اختبار. طيب هتدخلت العدد هتبدأ تعمله اختبار لاما موجب لاما سالب. الاختبار ده فين? في السطر الرقم تمانية. اف كيو اكبر من زيرو. يعني عدد بتاعك ده اكبر من زيرو. السطر اللي بعده تسعة ده السطر الصحيح. يعني لو كلامك صح. لو الشرط تتحقق. هيقول لي ايه? ابو مصيف يبقى ايه? يبقى موجب. يبقى تسعة بتقول لي. يجي اوب شامبين. شو مسيج ده 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 جملة الاخراج. هكتب فيها ايه? موجب. يعني عدد اللي ما دخلته ده عدد موجب. طب لو الشرط ده ما تحققش اصلا. يعني الشرط ده في الاصل ما كناش هو الصح. يبقى عندي حاجة تانية. بما ان عدد شرط تاني فبحط كلمة ايه? 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 بحط كلمة. فعشرة واضحة بتقول لي. هيبقى ايه? احط في ايه? بعدها ايه? ايه? الاخر بعد كده? اقلم يعني رقم مش اكبر من زيرو? لا الرقم ايه? اقل من زيرو. ازي كان الرقم او العدد بتاعي اقل من زيرو يبقى العدد ده سالب. فاحداشر بتقول ان العدد سالب. حداشر واضحة بتقول لي الجملة الاخراج. نال. الجملة هيتكتب في الاخراج? سالب. عمل تقيم بين علامتين. وتنصيص. اتناشر. عفلت الكزب على رقم خمسة. تلاتاشر عفلت الكزب على رقم تلاتة. ده البرنامج كامل. وازبت تاني هو وبقوله دخل لعدة المرادة اختبار وكتبت اتناشر. اتناشر بايه? ايوة شطار كده اتناشر موجب. طب لو دخلت عدد سالب. ادخل لعدة المرادة اختبار وكتبت انا سالب تلاتة عدد ده ايه? سالب. تمام كده? ده البرنامج الاولاني اللي انا عندي عدد صحيح. اعاوز اعرف العدد ده موجب ولا سالب. طب لو قال لي برنامج تاني. انا عاوز العدد ده داخل لي. اعاوز اعرف العدد ده موجب ولا سالب ولا صفر. العدد بيقول لي ايه? الشرط بيقول لي ايه? انا ادخل عدد صحيح. بس اعاوز اعرف العدد ده. هو موجب ولا سالب ولا بيصوي صفر. هل برنامج بتاعنا هيتغير? هيتغير? اه طبعا هيتغير. ليه هيتغير? لان عند شرط كمان جيه. ايه هو الشرط كمان اللي جيه? ان لو عدد ده بقي صافه صفر. هكتب ان العدد ده بصافه صفر. بقي عين عندي شرط ان العدد بتاعي اكبر من زير يبقى موض. عند شرط كمان عدد بتاعي ده لو بصافه صفر هكتب انه بصافه صفر. عند شرط كمان لو عدد ده قال من الصفر يبقى اكتب العدد ده ايه? ده سلم. ده المثال الجاي بتاعني المثال بيقول لي ايه باستخدام اف الشرطية المتدخلة اللي اف الس يعني اكتب برنامج بلغة الجافة لاختبار عدد صحيح يتم يدخلوا منين من لوحة المفاتيخ يعني برضو عاوز يحط آه يعاوز يحط جملة ادخال شو بيقول لي ايه بقى بيقولي العدد بتاعك ده هل هو موجب او سالب او صفر هل هو موجب او سالب او صفر هنا عندي ثلاث شروط اكبر من الصفر يقلل من الصفر بيساوي صفر نبص البرنامج بتاعنا الجزء الاولاني انا بعرف الخمس سطور بتاع البرنامج وبعد اخل الدخل بتاعي انا اللي هو الهدد الصحيح رقم واحد بيقول لي ايه امبورت جافا اكس اس وين جي اوبشن بي اللي هي المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافا وش اوبشن بين الكائن بتاع اتنين بابلي كلاس بي 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 اسم البرنامج بتاع برنامج الجاف احنا بنقرر و بنزيد في الجزء ده عشان ده جزء مهم زي ما انش شايفين كده الجزء الخمس سطور دول سابتين في اي برنامج فازم بنحفظهم ثلاثة بفتح القوز بتاع ايوا بتاع اسم البرنامج اللي هنسميه بي 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 اربعة public static void main strange arches ودي مين ايوا الدالة الرأسية بتاع البرنامج الجاف بمن اني قلت void main قلت الدالة الرأسية لازم بفتح اللي هو القوز المجموعة بتاع السطر رقم خمس ادي اول خمس سطور سابتين السطر الثالث والسابع اللي هو ايوا اللي هو الادخال بتاع العدد الصحيح ستة بيقول لي انت كيو العدد اللي انت هتدخله هتعرفه اسمه كيو وهتعرفه انه ايه انه انت يعني عدد صحيح سبعة كيو انتجر انت بتقول له هو بتاكد عليك كلام تاني ان المتغير كيو ده انتجر صحيح بيرس انتجر يعني هتدخله انتجر جملة ادخال بتاعتك ايه جيوب شامبين شو انبوت ديالوك هتكتب ايه في مربع الحواري بتاع الادخال ادخل العدد المراد اختبار شو انبوت ديالوك جملة الادخال هتكتب فيها ايه ادخل العدد المراد اختبار من عم تنصيص عشان تطبع زي ما هي ده الجزء الاولاني بتاع البرنامج الجزء التاني بقى اتقالة اف بيقول لي ايه بقى سطر رقم تمانية ازا كان العدد بتاعك اكبر من زيرو عدد اكبر من زيرو ده موجب ولا سالب ولا صفر آي وا موجب فتسعة بتأكد كده يبقى ازا كان العدد بتاعك اكبر من زيرو لو الشرط ده صحيح اشار ده اتحقق اروح للسط رقم تسعة. تسعة بتقول لي ايه? جملة الخراج بتاعتك ايه? جملة الخراج ايه? كلمة موجب. وش معنى كلمة موجب? لان انت قلت في الشرط بتاعك ان العدد كيو ده اكبر من زير. يعني خمسة اكبر من السفر. مية اكبر من السفر. خمسمية اكبر من السفر. انت قلت ان كيو بتاعتك دي اكبر من السفر. يعني العدد اللي اندخله اكبر مصيف. بينه اكبر مصيف يعني عدد ايه? ايوة. يعني عدد موجب. طيب لو الشرط ده مش هو المزبوط. مش العدد ده هو العدد الموجب. نروح لمين? ايه وروح للسطر اللي بعد كده. اللي بيبدأ برضو بكلمة ايه? بيبدأ بكلمة السطر رقم عشرة. طيب مش موجب. فضيل اللي حاجتي. لصفر لسالب. عشرة بتقول لي بقى نخبرنا بقى في السطر رقم عشرة. الف الشرطة او او. كيو تساوي زيرو. هل كيو تساوي زيرو? احنا اخدنا كلمة يساوي يساوي دي. ده الشرط. ده شرط اسمه يساوي يساوي. هل كيو بتساوي زيرو? يعني العدد بتدخلته ده اللي هو كيو بتاعتك دي بساوي صفر. احنا قلنا فوق انه مش اكبر من الصفر. فضيلة الاصغر اللي اما بيتساوي زيرو. احنا بتحط شرط كمان هل كيو ده الاعاد بتاعك ده بيتساوي زيرو? لو صح هتكتب ايه? ايه بيتساوي زيرو. هتكتب ان الرقم ده صفر. حداشر بتقول لي كده. ازا كان السطرة عشرة مزبوط. ننقل اللي احداشر. حداشر بتقول لي ايه? جي اوبشن بين. الكان بتاع برنامج الجافا. شو ماسيج دايلوج. جمة الخلاق بتاعتك بتقول لي ايه? بتقول لي صفر ما بين علامتين تنصيص. ايش معنا صفر? اللي انا قلت في الشرط بتاعي. اف كيو هل تساوي زيرو? ازا الشرط تتحقق يبقى فعلا كيوب كام? اه يبقى فعلا كيوب بصفر. طيب الشرط الاولاني ما تحققش. اللي هي كيو اكبر من الزيرو. يعني العدد بتاعك مش موجب. فروحت للسطر مين? للشرط التاني. الشرط التاني بيقول لي ايه? ازا كانت الكيوب بتاعتك بقى بتساوي زيرو. هكتب كلمة ايه? صفر. لان العدد بتاعك بيتساوي صفر. طب ولا هو موجب ولا هو صفر? يبقى هو مين? اه يوه شطار كده طلبة. يبقى هو سالب. فالسطر اتنشر بيقول لي بقى الجزء ده. اتنشر بيقول لي ايه? ايه? ايه الحل الاخر بتاعك? ايه الشرط الاخر بتاعك? اف كيو اقل من الزيرو. وهنا عاوز اقف سنة. هل هنا هنا ممكن اكتب على طول جمة الاخراج قبلها كلمة ايه? ولا لازم احط شرط تالت اف كيو اقل من الزيرو. الحالتين بالنسبة لك صح. لو انا كتبت الس على طول وعملت جي اوبشن بينش ومسج جاي لوجنال سالب صحيح. طب ليس للايجابة صحيحة? لان انت قلت فوق مش موجب. وقلت انه بسوي صفر. ولا موجب ولا صفر يبقى ايه? يبقى سالب. يبقى انا ممكن انا الغي الشرط اللي في الس انا كتبه اف كيو اقل من صفر. واكتب على طول جمة الاخراج. كده صح. وكده صح. احنا كتبين في سطل اتناشر. احط شرط كمان. انا باكد بس عميت الشرط مش اقطر. اف اقل من ايه? من الزيرو. يعني لو عدد بتاعك اقل من الصفر. يبقى ايه? يبقى عدد سالب. فتعتاشر بتقول لي كده. لو كيو اقل من الصفر العدد ده سالب. جي اوبشن بين. الكائن بتاع برنامج الجافة. مربع الحوار بتاع الاخراج. نل وكتب كلمة ايه? ايه وكتب كلمة سالب. يعني عدد ده سالب. اربعتاشر بقى في الجملة اللي انا فتحتها بتاعت الفويد مين بتاع الدالة الرئيسية. خمستاشر بقى في الجملة بتاعت اسم البرنامج. الجزء ده بيقول لي ايه تاني عشان نفهمه? جزء ده بتاع اف الشرطي. هنا عندي تلات شروط. الشرط الاولاني لو العدد اكبر من الصفر. هطلع جلمة اخراج بتقول لي ان العدد ده موجب. فبكتب في الشو مسيج بتاعتي بكتب كلمة موجب. مبينة على متين تنصيص. طيب ده لو كيو اكبر من الصفر. لو مش كده يبقى عند شرطين كمان. الشرط الاولاني بتاعهم ايه? بقى بليه كلمة ايه? شرط التاني بيقول لي ازا كانت كيو بتساوي صفر. كيو بتساوي تساوي صفر. معناها هل كيو بتساوي صفر? لو الشرط اتحقق هكتب مبينة على متين تنصيص ايه? ايه بقى. هكتب صفر. يعني كيو ده بتساوي ايه? بتساوي صفر. يبقى الشرط الاولاني كده كيو اكبر من الصفر يعني العدد موجب. فكتبت موجب. الشرط التاني كيو بتساوي صفر. اتحقق فكتبت صفر. طب ما تحققش الاولاني ما تحققش التاني. فبحط الشرط الايه? التالب. لو كيو اقل من الصفر بقى. ولو موجب ولا صفر بقى ايه? يبقى سالب. فالسطر التالب بيقول لي سالب. فنقرأ الجملة كده تاني من مرة واحدة. تمانية. اف كيو اكبر من الزيرو. يعني كيو العدد بتاعك اكبر من الصفر. تسعة جيوب شامبين شو ميسج ديالوج. بربع الحواري بتاع الاخراج. هيكتب كلمة ايه? صحة كده يكتب كلمة موجب عشان كيو اكبر من ال� زيرو. تاب لو الشرط صح. تاب لو الشرط غلط انحط الشرط التاني. الشرط التاني لقم عشرة بيقول لي ايه? تاب لو اف كيو دي بتساوي زيرو. هل كيو بتاعتك بتساوي زيرو? لو حصل. لو الشرط ده بقى صح. هكتب كلمة ايه? صفر صحة كده. في احداشر بقول لي ايه? يجي اوب شامبين شو ميسج ديالوج. مربع الحواري بتاع الاخراج. هكتب في كلمة صفر. بنعلم تين تنصيص. يعني الشرط تحقق صح. والعدد اللي اندخله بيساوي صف ولا دا ولا دا تحقق يبقى الشرط التالت ان الكيو اقل من زيرو. ست رقم اتناشر. الف كيو اقل من زيرو. اقل من زيرو يعني ايه? يعني سالب. من قال لي كده? الست رقم تلاتاشر. بيقول لي جي اوب شامبين. شو ميسج ديالوج نال. اكتب بنا عم تين تنصيص ايه? كلمة سالب. يعني عدد ده ايه? سالب. اربعتاشر قفالة القوس بتاع الده اللراسية. خمستاشر قفالة القوس بتاع اسم البرنامج. نبص كده. اول حاجة بيقول لي ايه? ا ادخل العاد المواضي اختباره. انا كتبت كام? خمسة وتسعين. اكتب ده مساء. انا مش مش فرض عليك حاجة. انا بفارد. انا كتبت خمسة وتسعين. قد كده كنت كتب اتناشر. ده كلها فروض. خمسة وتسعين ده بدا موجب ولا سالب? عايز حد يحلي معي. خمسة وتسعين ده موجب ولا سالب. ايو. يبقى ان الخارج هيطلع لي ايه? يطلع لي كلمة موجب. نبص كده? اهو. طلع لك كلمة ايه? موجب. يبقى خمسة وتسع الشرط حق ان ده موجب بفترة كلمة موجب. ده الشرط استحق. ازا متحقش بروح لي مين? نبص كده مدخل كم انا? ايوة. بدخل صفر. ده الشرط التاني. ازا كان بقى بيصوا صفر. هيكتب كام? هيكتب ايه في الخارج بتاعي? ايوة هيكتب صفر باللغة العربية زي انا كنت كتبها. هيكتب بص كده اهو. كتب صفر. عشان كنت كتب له كلمة صفر في الخارج. طب ولا هو موجب ولا هو صفر. هيطلع ايه? سالب. ندخل رقم سال نبي ونشوف انا بدخل هنا سالب خمسة وعشرين. هيطلع الرقم ده ايه? هيكتب ايه في الاخراج? هيكتب كلمة سالب نبص كده او كتب كلمة ايه سالب. كده الشرط كلها انا عملتها في الاخراج ووضحتة لك. لو موجب خمسة وتسعين كتب كلمة موجب طاب لو صفر كتب صفر طاب لو سالب خمسة وعشرين سالب اي رقم فكتب كلمة ايه؟ سالب نجمع برنامج كله على بعضه عشان نعلم برنامج بككتب ازاي كله على بعض.ا One 부탁 جافة اكس الكائن بتاع الدالة الرئاسية بتاع برنامج اتنين بابليك كلاس بي 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 وان دي الفئة اللي بكتب بعدها اسم البرنامج. سطر تلاتة بفتح قوز بتاع مين بتاع اسم البرنامج. اربعة الدالة الرئاسية بتاعت برنامج الجافة. خمسة بفتح القوز بتاع الدالة الرئاسية. ستة بداية البرنامج بتاعنا احنا. ستة انت انا باعرف العدد الصحيح اللي انا دخله ان عدد صحيح. العدد انا ابدخله في متغير qu. وباعرفكم انه صحيح بكلمة انتجر. فستة انت favorite q يعني العدد ده متغير صحيح. سبعة جملة ال���خ what سبعة لجملة اليدخال. بأكد عليها هو. coupe تساوي انتجر يعني ده رقم صحيح او عدد صحيح. بير س انتجر. بأكد ان ده جملة ادخال اللي جاية جملة ادخال لعدد امتجر. جي اوبشن بين الكعن بتاع برنامج الجافة. شو مربع الحوار بتاع الادخال هتكتب في ايه? هكتب في ما بين علامتين تنصيص. ادخل العدد المراض اختباره. هتكتب كده. جملة واضحة وصريحة. ادخل العدد المراض اختباره. نبدأ شروع بتاعتنا. تمانية اف كيو اكبر من زيرو. لو كيو بتاعتك اكبر من زيرو. قلت يبقى العدد ده ايه? يبقى العدد ده موجب. وده هيجي في سط رقم كام? تسعة. جي اوبشن بين. شو جملة الاخراج بتاعتك عبارة عن ايه? عبارة عن كلمة موجب ما بين علامتين تنصيص. يعني تطلع كلمة موجب. تبلغ الشرط ده متحققشي. العدد بتاع ده مش موجب. اروح للشرط التاني. اللي هو سط رقم عشرة. الس اف. الس يعني ايه الحل الاخر? ايه الشرط الاخر بتاعك? اف كيو بيتساوي زيرو. يعني لو كيو المتغير الصحيح بتاعك بيتساوي زيرو. هيطلع ايه? هيطلع كلمة صفر. واضحة فين? واضحة في السط رقم حضاش. جي اوبشن بين. شو مسج جالك? جملة الخراج بتاعتك اللي هي ايه? اللي هي صفر ما بين علامتين تنصيص. طيب ولا كيو اكبر من موجب ولا الكيو زيرو. تبقى كيوب ايه? يبقى الشرط التات هابدأ اكتبه. الشرط التات بيقول لي ايه? سط رقم اتناشر. الف كيو قال لي من الزيرو. يعني كيو اصغر من الصفر. يعني عدد الصحيح بتاعك اصغر من الصفر. يبقى عدد ايه? سالب. من الان سالب? في السط رقم تلاتاشر. جي اوبشن بين. شو مسج ديالوج. مربع الحوار بتاع الخارج. بنقصين على بنقصين بنعمتين تنصيص كاتب انا ايه? سالب. يعني عدد ده ايه? سالب. اربعتاشر. افلت القص بتاع الدالة الرئيسية. والقص اللي بعده القص بتاع مين? بتاع اسم. البرنامج. ده البرنامج كامل. نجي مع بعض الخارج. ادخل مواضي اختباره. انا كاتب خمسة وتسعين. وبنكز كتبت خمسة وتسعين من غير علامات معناها موجب. يعني كتبت قبلها موجب صح. ما كتبتش قبلها موجب صح. اي رقم تكتب لوحده كده. من غير اي علامات قبليه. معناها ان العدد ده ايه? موجب. انما السالب لازم اكتب قبليه سالب. يبقى انا خبتنا من الموضوع ده. كتبت عدد او رقم. من غير اي علامة خالص. حتى لو لو في علامة عشرية. ادام مكتبش قبليه موجب او سالب يبقى العدد ده ايه? موجب. كتبette موجب انا باكدلك ان العدد موجب. ما كتبتش با العدد برضو موجب. لكن لو كتبت سالب يبقى انا باكد العدد ده ايه سالب. فان هنا كاتب ادخل عدد ومعادة اختباره وكتب خمسة وتسعين. خمسة وتسعين ده موجب ولا سالب? اه ايوة. يبقى بنامج يكتب لي كلمة ايه? كتب لي كلمة موجب. طيب العدد ده مش موجب. ولكن صفر. ادخل ايه العدد ومعادة اختباره. وانا كاتب هنا ايه? اخترت صفر. هيطلعلي ايه? الشرط صفر. يبقى ايه? ايوة هيطلعلي كلمة صفر. طيب ولا هو موجب ولا هو صفر. يبقى العدد ايه? سالب. فانا ادخلت العدد سالب. اللي هو سالب 25. انا باكد. هو بنامج هشوف الرقم ده سالب ولا موجب ولا زيرو. هو شايف ايه? سالب 25. فكتب لي كلمة سالب. فكتب لي كلمة ايه? سالب. ده كان جملة F وخدنا عليها 3 برامج. خدنا F قبل كده درجة طالب في البرمجة اكبر من خمسين او اقل من خمسين. قلنا ناجح او راسب. نارد اخدنا برنامجين. برنامج بتاع موجب او سالب فقط لغير عدد صحيح موجب او سالب. برنامج تاني طب العدد ده او صحيح او موجب او سالب او بيساوي ايه او بيساوي زير. وقلنا قاعة اف بتجيلي في مقارنة تين او تلاتة. ما ينفعش او ما يصحش استخدمها في اكتر من تلات مقارنات. هل كده لو انا جاء اربع مقارناط خمسة ستة م podcast اعمل مقارنة. الا اقدر اعمل مقارنة. بس مش بمين? ايو مش باüman بمقارنة تانية او بقاعدة تانية اسمها قاعدة سويتش. قاعدة سويتش دي انا باستخدمها اذا كان عندي المقارنة اللي عندي اكتر من تلات مقارنات. اربعة مقارنة خمسة ستة. هكتب جمل وطع شرط بتاع على طول. يبقى سويتش بتستخدمها امتى? في حالة المقارنة الاكتر من تلات مقارنات. طب الصيغة العامة بتاعت سويتش ايه? نبص كده مع بعض. جمة سويتش. انا بص انكاتب هو. تستخدم عند زيادة احتمالات المقارنة الاكسر من ايه? الاكسر من تلات احتمالات. الصيغة العامة لسويتش. نبص كده مع بعض بقى. سويتش بكتب بعدها ايه? المتغير. المتغير اللي هو الرقم هتكتبه او الحرف اللي انت هتكتبه. يبقى سويتش بكتب بعدها ما بين قصين الحرف اللي انت هتكتبه. المتغير اللي داخل. زي ما قلنا كيو هدخل هنا كيو مسلا يعني. يبقى سويتش كيو. بافتح قص سويتش. اللي جاي ده مهم. يبقى سويتش بكتب جنبها ايه? الجملة المتغير بتاعك. اللي انت هتدخله. اللي هو الرمز بتاعك اللي انت هتدخله. بعدين قص المجموعة بتاع ازويتش. بعدين حالات حالات يعني ايه يعني مقارنة بقى. المقارنة بتلاتة الاربعة. الخامسة الاتنين زي ما انت عايز بقى. يبقى بس اخدمها الاكتر من المقارنة. ينفع المقارنتين ينفع بس كل من المقارنة باربعة خمس ستة افضل غير y 60 مقارنة الحالات حالة يعني ايه بالانجليش? معناها كيس. تجربة قاعد اسويتش كيس. يعني ايه حالات القاعدة سويتش. فنبص مع بعض كده. السويتش بكتب جنبها المتغير الجملة الحرف الادخال اللي انا هدخله. بعد كده ايوة. كيس. الحالة الاولى ايه? بعدها يعني الجملة الاولى بتاعت الحالة الاولى. انت هتكتب ايه? في المقارنة الاولانية. يبقى كيس واحد دي المقارنة الاولى. اللي هي الجملة الصواب بتاعتك. لو الحالة الاولى اتحققت هتكتب انت ايه? خلصت الكيس الاولانية. الحالة الاولانية بكتب كلمة بريك. يبقى بريك انت خلصت اول حالة. لو اتحققت بريك دي معناها ايه? ان الشرط بتاعك ده اتحقق انهي انهي الاسويتش على كده. طيب. ما خرصتش. تلقائي هتروح مين? ايوة الكيس التانية. تلقائي الواحدة. ادام الشرط بتاع كيس واحد ما تحققش. تلقائي هتروح لكيس رقم اتنين. اللي هي كيس فاليو اتنين. طيب الحالة التانية اتحققت هيتنفذ الجملة بتاعت الاستيتمنت اتنين. بنهل الاستيتمنت اتنين او بنهل الحالة التانية بكلمة بريك. كان دي منطبق لو عند حالة تالتة وحالة رابعة وحالة خمسة وهكزا. يعني لو عند حالة تالتة اكتب ايه? اكتب كيس فاليو سري. وستيتمنت سري. وبعدين بريك. طب حالة رابعة. كيس فاليو فور. استيتمنت فور. وهكزا. خلصت كل حيات سويتش. بكتب كلمة دي فولت. دي فولت معناها ايه? دي بقول ان انا خلاص كل الشروط اللي عندي خلصت. بعدين استيتمنت خلاص انهي البرنامج بتاعي انا. وخلصت جملة سويتش بما اني فتحت قسل سويتش لازم اقفله. اللي هي في خالص انا قفلت القوس بتاع عملية السويتش. يبقى تاني السويتش بتقول لي ايه? نبص كده كويس على الشكل اللي عن بتاع السويتش. عشان ااخد برنامج عليه. السويتش بتقول لي ايه? السويتش بحط جنبها المتغير اللي عندي. اللي انا اللي انا هاختبره. اللي انا مراضي اختباره. المراضي اللي اعمل عليه مقارنة. بعدين افتح قوس بتاع السويتش. افتح افتح قوس اهو بفتح فوق خالص وبقفله بعد منهي سويتش. عشان يبقى منتهيين. بعد كده بكتب حالات سويتش. كيز فاليو وان الحالة الاولى الشرط الاولاني اتحقق باخد جمليه بعديه الجملة بتاعته. وانهي بكلمة بريك يعني الكيز اتحقق اخلص انهي البرنامج على كده. طب ما ما خلصي وانا عملت بريك. قدام الشرط ما اتحقش هو تلقائي بيروح للحالة التانية. كيز اتنين. وباخد بعدها الشرط بتاع اتنين او جملة اللي انت هتعملها الجملة الصواب بتاع الحالة التانية. بتاع كيز فاليو اتنين. باخد بعد كده كلمة. لو عندي كيز فاليو سري. وبعدين كلمة. كل الجملة اللي عندي خلصت الشروط بتاعت تلاتة اربعة خمس ستة خلصوا. بكتب كلمة دي بحطها امتى? اما اخذ كل الشروط اللي عندي مع عنديش شروط تاني خلاص. والشرط كلها ما تحققتش. خلاص. انا بعمل كلمة واخرج من البرنامج. او اكتب جملة خرج اللي انا عايزة. اه ممكن بعد كلمة دفولت دي. مفيش شرط تحقق من فوق. باجاي بعد كلمة دفولت في كتب انا كلمة دفولت دي. اكتب جملة خالص مش موجودة في الحياة اللي فاتت. بينما ان الحالة قولة والتانية والتالتة والرابعة. ما تحققوش. يبقى الحالة الخامسة ايه? مش كله. لعنو اطبعت على الموجب والسالب مسلا والزيرو بتاعت البرنامج اللي فات. اكتب لو كيو اكبر من زيرو. هيكتب لي كلمة موجب. طيب لو جدخل موجب اكتب موجب. لو الحالة التانية هكتب اف كيو اقلم للزيرو. اكتب جملة سالب. وبريك. خرج. كتبت كلمة دفولت. ورا موجب ولا سالب. يبقى فاضل لي ايه? يبقى بعد كلمة دفولت. اكتب ايه? ايوة. اكتب خرج لي ايه? خرج لي صفر. يعني صفر. يبقى دفولت بتيجي امتى? بتيجي بعد نهاية الشروط ما تخلص. ولا واحد فيه متحقق. يبقى السطر اللي بعد دفولت عطول هو الايه? التحقيق اللي مش موجود في الشروط اللي قبل كتب. طب ناخد برنامج على اسويتش. البرنامج بيقول لي ايه? المطلوب كتابة برنامج. بالوغة الجادة. لكتابة جدوى الالوان بتاع المقاومات اللي اخد نفسنا اقوله. لحد اللون الكام ايوة. لحد اللون الرابع فقط. عارفين جدوى الالوان كبير ما شاء الله. ده في عشر الالوان بغير نسبة التفاوت. فانعاوز منه اربع الوان بس. يبقى اكتب برنامج بلغة الجافة. لكتابة جدوى الالوان المقاومات الى اللون الرابع فقط. باستخدام ده لتسويتش. طب هكتب فيها ايه? خد معاه بقى الحالي بتاعتي ايه بقى? مش انا قلت عندي كس واحد كس اتنين كساتة كس اربعة كس خمس زي ما يكون. اللي حالات اللي عندي. حالة اوان ايه بيقول لي عندك كتابة الرقم زيرو. ده الكس رقم واحد هاي. هكتب كام? هكتب زيرو. هيطلع لي ايه? على لوحة المفاتيح يطبع كلمة اسود. ايش ما يعني اسود? احنا عارفين اول لون لو بصفر يبقى اسود. نفتكر مع بعض الالوان بقى. لو صفر هيكتب ايه? اسود. دي بقى الاولى بتاعتي انا. اللي هي رقمها زيرو. لو طلعت زيرو هيكتب ايه? اسود. طب لو العدد بتاعي طلع واحد. اللي هي الحالة التانية بالنسبة لي هيبقى اللون بتاع ايه? ايه صح كده. يبقى اللون بتاعي بني. يبقى صفر هيكتب اسود. اللي حالة الاولى. هيقول ليه متحققتش. رقم اللي عندي من صفر. رقم عن طلع واحد. لو طلع واحد يبقى كس رقم اتنين واحد. واحد يعني اللون ايه? ايه? ايه اللون بني. طب ولا صفر ولا واحد. اللون الايه? الحالة الايه? الحالة التالتة. يعني الرقم كام? اتنين. نفتكر مع بعض. او الواحد ايه سود. التاني بني. التالت ايوة كده. لو الكيس التانية بتاعتي اللي هو الكيس التالتة بالنسبة لي اللي هو الرقم اتنين. يبقى اللون ايه? اللون احمر. صح كده. الحالة الرابعة. لو اللون التاني رقم تلاتة. يبقى ايه? البرتقالي. يبقى انا عندي الاربع حالات اهمت. لو صف هيديني اسود لو واحد هيديني بني لو اتنين هيديني احمر لو تلاتة هيديني برتقال فالمثال بيقول لي كده بيقول لي لو صف اكتب كلمة اسود لو واحد اكتب كلمة ايوة اكتب كلمة بني لو اتنين اكتب كلمة احمر لو تلاتة اكتب كلمة ايه برتقال ايه ده ده انا بقول كس zero وكس واحد وكيس 2 وكيس 3 وانا قلت في المسال انا عاوز ايه اربع الوان فقط تمام اربع الوان فعلا بس انا بتقدوم الكيس رقم كام من الكيس رقم صفر قلت كيس رقم صفر ادي اول حال ادي اول لون الكيس رقم واحد ادي تاني لون الكيس رقم اتنين ادي تلت لون الكيس رقم تلاتة ادي رابع كلون يبقى انا فعلا قلت اربع الوان بس كمين انا بدأت بكيس رقم زيرو فطلعه أربع علوان كيس زيرو كيس واحد كيس اتنين كيس ثلاثة حلوة زيرو حلوة واحد حلوة اتنين حلوة ثلاثة ماشي كده شوف البرنامج هيكتب ازاي أول خمس جمل في البرنامج هم هم ما تغيروش امبورت جافا اكس السوين جي جي اوبشن بين الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع البرنامج الجافا اتنين كتبت اسم البرنامج بابل الكلاس بي 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 وهتفعنا ده خاص اسم البرنامج نكتبه اي رمز يفضل تلاتة القوص بتاع اسم البرنامج قص المجموعة اربع الدالة الرئاسية public static void main strange arch اذا دي الدالة الرئاسية بتاع البرنامج الجافا هتم كتبتها لازم افتح لقوص المجموعة السطر رقم خمس نجي بقى بداية كتابة البرنامج السطر رقم ستة int q انا دخلت عدد صحيح وبعرف انه انت وانه عدد صحيح متغير اسم q والعدد صحيح وهو قال لي دخله عن طريق وحتي المفاتيح فدخله عن طريق وحتي المفاتيح الوسط رقم سبعة q integer باكد ان q integer بيرس انتجر عشان او float بكتب بيرس float فبيرس انتجر يعني العدد اللي انت تدخله ده انتجر صحيح جي اوبشن بين الكام بتاع مكتبة الجافا شو انبوت ديالوج جمة الادخال التي تكتبها ايه انا كاتب ايه في جمة الادخال ما بيننا علامتين تنصيص ايوه ادخل الرقم هيطلع لي كلمة ايه ادخل الرقم اكتب الرقم اللي انا عايزه الرقم اللي انا عايزه كام لاما صف لاما واحد لاما اتنين لاما تلاتة اللي هي الحالات اللي عندي ده الخامس سطول او السبعة سطول الاولية بتوع البرنامج اول خمسة بتوع البرنامج هم هم في كل برنامج واحد انبورد جافا اكس وين جي جي اوب شن بين اتنين بابلك كلاس اسم البرنامج بي 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 بي. ثلاثة افتح قصة اسم البرنامج. اربعة بابلك استاتيك فويد مين سلينجو ارس الدارة الرأسية. خمسة فتحت قصة على الدارة الرأسية. من اول ستة البرنامج. من اول ستة انا قلت انا باعرف المتغير اللي عندي الاسم كيو انه عدد صحيح فاعرفته بكلمة انتجر. اشكلا قلت انت كيو. ادخله عن طوحة المفاتيح. فلازم نحط السطر سبعة اللي هو ادخال الكيو عن طريق لوحة المفاتيح. سبعة بتقول لي كيو بتساوي انتجر يعني كيو ده اصلا عدد صحيح. بيرس انتجر. جمة الادخال جوبشن بين الكائن بتاعها يكتب ايه? شو امبوت ديالوج. ادخل الجملة بتقول لي ايه? بتقول لي ادخل الرقم. ببنى عمتين تنصيص هتكتب زي ما هي. ادخل الرقم. نبص بقى سويتش. تمانية بقى. قد اول حالات عندنا. سويتش كيو. دخل كيو. الرقم بتاع كيو. هتدخله كام? سويتش تبدأ بقص مجموعة وبتنتجر بقص مجموعة. فاني بدأ بقص مجموعة. لو ناخد بدنا اهو. حلو اهو. نبدأ بقى في اول حالة. الكيس رقم كام? الكيس رقم زيرو. اللي هي الحالة الاولة? الحالة الاولى هتدخل صفر. هيتطلع لرقم ايه? نفتكر كده قلنا صفر يتدخل رقم ايه? اسود صح كده. يبقى كيس زيرو هيتطلع لأسود. وهتبان معي في برنامج كمان شوي. الكيس واحد هيكتب الايه? بنعمتين تنصيص ايوة هيكتب بوني. طب الكيس اتنين يعني لون التالت بنعمتين تكتب ايه? هيكتب احمر. طب الكيس رقم ثلاثة اللي هي اللون الرابع. بنعمتين تنصيص يكتب ايه في الاخراج? هيكتب اللون البرتقالي. نبص كده مع بعض. هالكلام ده صح والله غلط. سطرة عشرة. كيس رقم زيرو. نخبرنا كيس رقم زيرو. اللي هي الحالة الاولى بتاعتنا. انا مسمتها كيس زيرو. جي اوبشن بين معزيج دايالوجج جمة الاخراج ايه? لو صف هيتطلع لون ايه? ايه هيتطلع لون اسود. فلو صف انا كاتب اه اسود ما بين علامتين تنصيص. فانا قلت بعد كل كلمة كيس. بعد حالة كيس بكتب كلمة فانا كاتب كلمة ايه? بريكاي. تبديل الحالة الاول اللي يلي كس رقم زيرو. الحالة التاني اللي يلي كس رقم واحد внутри سطر husbands. اي ndiaρωج ايه لو اللون برقم واحد. هكتب ايه ايه ايوة هكتب اللون البني اتفقنا الكس الاولانية لون الاولاني بسود. لو واحد بيه ببني. طيب سطر اتناشر 21iller يبقى جي اوبشن بين شو ماسج ديالوج نال هكتب ايه ايه هكتب كلمة احمر وبرضه حط كلمة بريك يعني جمل الكز دي خلصت طب بلا هو صفر ولا واحد ولا اتنين يبقى الحالة رقم كام حالة رقم اربعة لنسميها كس رقم تلاتة فكسة تلاتة بتقول لي ايه جي اوبشن بين شو ماسج ديالوج نال اكتب عمدين تنصيص كلمة بورتقالي وبريك وانتهت معايا الجملة دي بقى كلمة نشوف الجمل دي تاني عشان نفهم الجملة دي بتقول لي ايه تمانية انا بدأت في جملة لسويتش بدأت في قاعة سويتش سويتش كبا بتقول لي سويتش وبنحطها بين قصين الشرط المتغير بتاعك المتغير اسمه ايه انا مسامي كيو وعرفت ان كيو انت فعملت سويتش حاطيت بين قصين كيو فتحت قصي المجموعة بتاع اللي سويتش بقى ليا المقارنط بتاعة السويتش اذا كانت صفر اكتب ايه? لو كانت واحد اكتب ايه? لو كانت اتنين اكتب ايه? لو كانت تلاتة اكتب ايه? اده اربع مقارنة اهم. فاول حالة كيس رقم زيرو. كيس زيرو هكتب ايه? جي اوبشن بين. كان بتاع برنامج الجافة. شو ماسج ديالوج. جملة الاخراج بتاعتك ايه? صفر يعني ايه? ايه صفر يكتب اسود. فكتبت في صفر كتبت اسود. السطح احداشر كيس واحد. اللي هي اللون التاني بالنسبة لي. كيس واحد. جي اوبشن بين يعني لو اللون بدا بواحد. لو انا كان لون بصفر فاطلع اسود. لو اللون بواحد هيطلع ايه? هيطلع بني. مين يقول? نبص على سطح رقم حداشر. كيس واحد. جي اوبشن بين. شو ماسج ديالوج. ايه جملة تخرج بالنسبة لك انت? اللي هي اللون البني. وبعدها كلمة بريك. يعني الجملة دي بتاعت الكيس دي خلصة. لو تحقق الكلام ده مش هوجد لتناشر وتلاتاشر. لا لا لا. ده هيطلع الخارج على طول وخلاص برنامج هينته. طب الشرط ده ما تحققش. يبقى تلقى يروح للسطح رقم كام? ايه. ما تحققش حداشر. يروح الاتناشر. اتناشر بتقول لي ايه? الكس التانية. اللي هو اللون رقم اتنين يعني. بنسبة لنا احنا الحالة التالتة. كس رقم اتنين. جي اوبشن بين. شو مسيش دالك? اطبع الجملة بتاعت ايه? قلنا لو لو اللون التاني يبقى ايه? لو اللون رقم اتنين. ايوة. يبقى اللون بتاعي انا احمر. صفر بسود. انا باكد تاني اون. واحد بني. اتنين ايوة اتنين باحمر. وبعد كده كلمة بريك. لو اللون اللي انت دخلته ده اتنين هيكتب جرمة احمر والبرنامج يخلص. مش هيكمل. طب اللون ده ما طلعش اتنين. ولا طلع صفر ولا طلع واحد ولا طلع اتنين. بفضل الكيس رقم كام? ايوة. كيس تلاتة. رقم تلاتاشر كيس تلاتة. الحالة رقم تلاتة. او اللون التالت او اطبع. بنسبة لنور الرابع لكن هو لونه رقمه تلاتة. مربح هورها تكتب في البيه الخارج تكتب في البيه. هتكتب ايوة. كلمة برتقالي. احنا بنفتكر مع بعض جدوة اللون بتاع المقاومات واحنا بنشرح. عالسريعة جملة عشان ابدأ طلع الخارج بتاعي. الكيس الاولى لو اللون بصفر هيبقى اللون ده اسود. يبقى اسود بصفر. طيب لو اللون احمر يبقى بايه? اه يبقى بواحد. يبقى لو جه دخل واحد يبقى اللون ده اسف يبقى اللون ده بني. حلوة. طب لو الاحمر يبقى اللون بكام? باتنين. يبقى زي كنت انا بدخل اتنين هيطلع للون احمر. والبرتقال بكام? بتلاتة. يبقى زي لحات اللي حقولناه في البرنامج. شوف كده كم مقارنة كده عملناها? اربع مقارنات. يعني اربع حالات في في الشرط. عشان كده قلنا. اذا ذات الاحتمالات عند دلاتة ما يفضلش اعمل قاعدة اف. يفضل اعمل القاعدة اللي بعد كده هي قاعدة مين? قاعدة اسويتش كيس. اسويتش القاعدة او كيس الحالات بتاعة السويتش. انا عندي هنا خدت حاجة مبساطة اوه من جدل الواء. انا خدت اربع حالات فقط لغير. فقدم خدت اربع حالات. فباضطر استخدم ايوة قاعدة اسويتش. قلت ازا كان اللون اولاني بصفر. يبقى ده مين? اسود. يعني لو كان لون اسود فهو بصفر. طيب لو لون الاولاني لو واحد. يبقى اللون لونه ايه? ايو يبقى لونه بني. طيب لو باتنين يبقى اللون الاحمر. طيب لو بتلاتة يبقى اللون البرتقال. نبص كده في الخارج بتاعنا. هنا الكلام ده صح والله غلط. انا قلت ادخل راقم. انا مدخل كام? اه ايوان. دخل صفر. الله. صفر في جدوى الاولان يعني ايه? احنا استقايلين ده قلنا مرة واتنين وتلاتة. صفر. يبقى اللون ده ايه? صح كده برافو عليكم. يبقى اللون ده اسود. نبص كده? اهو. اسود. يبقى ادخل الرقم اللي هو كان نكتبه. ادخلت كام? صفر. طلع الناتج ايه? اسود. صح? طب لو دخلت رقم تاني غير الصفر. ناخد بنا بقى. لما ادخلت صفر وطلع اسود خلاص. هو ايجي عند كس رقم زيرو والبرنامج هيخلص وطلع ناتج. مش هيكمل بيت البرنامج. لان الشرط اتحقق من اول مرة خلاص. ايضا شرط ما اتحققش? يعني ما دخلت الصفر. دخلت مسلا زي انا بدخل كده. مدخل اتنين مسلا. هيجي يرى الكس الاوليني. اللي هي رقم زيرو. هي اللي هي رقم اللي مدخله مش هو. يجي لكس رقم واحد. رقم اللي مدخله مش هو. هيكمل الكس التالت. اللي انا مدخله كام اتنين? ايه ده نطبق على حل رقم تلاتة. اللي يصدت رقم اتناشا. اللي هو كس اتنين يعني. طب انها مدخل اتنين. يبقى لون بتاع اتنين ايه? ايوة. احمر. لون بتاع اتنين احمر. فانا تطبقت على بنامج سويتش اهو. ودخلت مرة صفر فاطلعلي لون اسود. مرة دخلت اتنين فصائل اللون ايه احمر. طب ده انا خدت برضو برنامج مجزة فانا حبناخد برنامج على مرتين تلاتة عشان نفهمه جزء جزء. بعين نكتبه كبرنامج شامل عشان نعرف نقرأ او نكتبه ازاي في قلب اللي امتحان. نبص مع بعض كده برنامج كامل بقى عامل ازاي? ننشق برنامج كبير بس احنا الحمد لله فيهمنا خطوة. واحد امبورت جافا اكس الكائن بتاع المكتبة كبيرة او مكتبة الشاملة بتاع البرنامج الجافا. public class b b b b b b. وده قلنا بنكتب اسم البرنامج. بعدها قوس المجموعة عطول وده قوس بتاع اسم البرنامج. ينفع اكتبه في نفس سطر وينفع اكتبه في سطر الجديد. انا كانت بنفس السطر بس عشان صفحة كبيرة مليانة يعني. اربعة. public static void main ده ده الرئاسية بتاع البرنامج الجافا. من الرجس. وفتحت القوس بتاع ايوة. بتاع البرنامج الرئيسي بتاع الفويد من بتاع الدارة الرئاسية. من اول ستة ده البرنامج. انا امتدخل عضل صحيح. فستة عرفت ده المتغير بتاعي. وانه صحيح فعرفته ان انت فقلت انت كيو. سبعة انا عاوز ادخل كيو دي عن طريق واحدة المفاتيح. فسبعة بتقول لي ايه? كيو بتساوي انتجر. بأكد ان جمة ادخال دي انتجر. جمة الاتخال ايه هي? ادخل الرقم. اسويتش كيو. ابدأ حالات كيو. قلت الحالة لو بزيروا سطرة عشرة. هتطلع لي اسود. الحالة واحد هتطلع لي بني. الحالة اتنين هيتطلع لي احمر. الحالة تلاتة هتطلع لي ايه? برتقالي. بعين كلمة دفولت لو كلهم ما تبص بقى. لو كلهم ما تحقوش في دفولت بقى. طب ايه? يعني ولا صفر ولا واحد ولا تنين دخلت انت اربعة من دخلت خمسة دخلت ستة. فانا بقول له ايه? انا باكد على هو سطرة خمستاشة. ايه مربع تكتبه? يجب ان يكون الرقم من صفر الى تلاتة. انا قلت عند اربع حالات. صفر واحد واتنين وتلاتة بس. فما تدخليش اربعة. ما تدخليش خمسة. فانا باكد في كلمة بعد كلمة ان تكتب ايه? يجب ان يكون الرقم من صفر الى كام? ايه والى تلاتة. ستاشر قفلت الاقواص بتاعتي. قوس سويتش وقوس الدلالة الرئاسية والقوس بتاع اسم البرنامج. النهاردة كده احنا اخدنا ايه? كمنا على قاعدة اف واخدنا فيها برنامجين ازا كان موجب او سالب او موجب او سالب وايه? وصفر. واخدنا قاعدة سويتش سويتش كيس وقلنا ان السويتش دي قاعدة بستخدم فيها عملية مقارنة لاكتر من حالتين تلاتة. وباخدنا عليها برنامج كامل لجدول الالوان من صفر الى اربع. كده الحمد لله نكون تهينا من درس النهاردة واتمنى ان يكون درس النهاردة افاتكم ونكمل ان شاء الله المرة جاية برضو مع قاعدة اسويتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.